موضوعنا كتير حلو وكتير أساسي بس بيرتكز كمان على كل الأشياء اللي أخذناه هون المرات الماضية بدي بس أرجع أذكر بهيدا المبدأ كيف بيتراكم الأورمان دوسترس بجسمنا بيتراكم الأورمان دوسترس بجسمنا كل مرة منفكر نيجاتيف أو منعيش نيجاتف اموشن أو منعيش أدفرسيتي أو أبسيدان أو تروما سموها شو ما بتكون شي بيزعلنا شي بيخلينا نغضب أو شي بيخوفنا نون كل نيجاتف اموشن بتترجم بجسمنا تلاتين حنفية أورمان دوسترس تلاتين بس الأورمان دوسترس مش نحنا منتحكم فيه مش نحنا منقرر نفتح الحنفيين إنكونسيما وأوتوماتيكما والفكرة الأهم يلي بديكن تحفظوها إنه أنتو فيكن تتحكموا بالبوزيتف أورمان الأنتي سترس أورمان شو بيعمل الأنتي سترس أورمان فكرتين بحب تكون حدا متذكرون برافو البلوك كل الأورمان بوزيتيف يعلي هنه تلاتي رح أرجع سميون الأندورفين الأوسيتوسين والميلاتونين أول شي بيعملوا بس متل موقت مندعس فران منروح مفعول دعسة البنزين دونك منفوت بالكلم داون وقتها نبلش نفتح الأورمان بوزيتيف هيدا أولا ثانيا كل الأورمان دسترس يلي تراكموا بجسمنا منتخلص منن يسون نوتراليزي ما بقلون قيمة ما بقلون مفعول اليوم إذا بتتذكروا التريانجل يلي حطينا فيه رح نرجع نشوفه بعد شوي ورح بلش فيه معلي ولا هيدا تريانجل كمان المره الماضي يحكينا عنه كل مره منفكر نيجاتيف بلحظته منحس نيجاتيف ايموشن وبيلاحظته ببلش الأورمان دسترس يتراكم بجسمنا ولما منكون رح اخد اجزامبل انتو بيانتو عندكن امتحاناتكن إذا اجت على بالكن الفكرة أنا دايما بدرس كتير بس وقت الفحص ما بتصبط معي بسكر راسي وما بعد اقدر ركيز وكل اللي كنت حافظتون ملك اني ترود ميموار ما با عم بتذكر شي وبتصير معنا كل ما نكون انكسيو كل ما نكون بسميان تير با ارمان دسترس يعني جسمنا بيحرك ارمان دسترس اكتر من غير ناس الانكسيو فايزان بسرعة مهولة وبكمية كتير كبيرة بيجمعوا الارمان دسترس ولما منجمع كتير ارمان دسترس بسبب او الخوف او الغضب او الحزن حيالله نغاتف ايموشن بتجمع لنا ارمان دسترس شو بيصير بها الحالي بيسكر راسي الراشن البارت تبعنا بيتعطل ما باعد فيني يفكر وبالتالي لو قد ما كان هين الفحص ما باعد قادر افكر ما باعد قادر اجاوب وبالتالي البيهاف يرتبعه بيتخربط ولما البيهاف يرتبعه بيتخربط يعني لا عم بقدر فكر ولا عم بقدر لقي حل المشكلة شو بتصير الفكرة عن حالي نيجاتيف اكتر وبالتالي بيغزوا بعضهم مشان هيك منسميهم سركل فيسيو او سركل التدميري يلي معتراكم الفشل بيصير هلبلسنس هيدا الاحساس انه جسوي امبوسان ما في حل فالج ما تعالج مش ممكن انا انجح قد ما درست وقد ما اشتغلت وقت الفحص كله بدي يتخربط ولكن نحنا فينا نفكر بوزيتيف ولما منفكر بوزيتيف الاموسيون بتصير بوزيتيف منفرز ارمون بوزيتيف وبالتالي سلوكنا بيصير بوزيتيف ومنفوت بدويمة هالمرة منسميه سركل يعني الدويمة يعني بتعلمنا الاوبتيميزم هيدا موضوعنا اليوم كيف منتعلم نكون متفائلين اول سؤال رح ارجع على وراء اول سؤال هل نحنا بنخلق اوبتيميزم هل في جان منورته وهو مسؤول عن قدرتنا نكون اوبتيميزم متفائل او متشائم شو رأيكم ياس فيه وهيدا الجان مع تقدم النورولوجيا بيأكد انه كل ما يكون عنا الجان يلي هو كابتر دولا سيروتونين ما تشغلوا بالكم كتير بالاسماء بس شوفوا هيدا الجان قديش طويلة الالال تبعوه كل ما كانت الالال طويلة كل ما نحنا بنكون مهيئين اكتر من غيرنا تنكون اوبتيميزم ومحميين اكتر من غيرنا من الدبريسيون بينما كل ما كانت الالال كورت قصيرة كل ما بنكون عنا ميل اكتر للدبريسيون هيدا اول اسبات تاني اسبات كمانا نورولوجيك بيأكد لنا وين محل البرتيم من دماغنا يلي هي مسؤولة عن الاوبتيميزم او عن البيسيميزم هيدا المنطقة بنسميها أوربيتوفرونتال كورتكس ما ضروري كمانا تحفظوها بس تصوروا انه هيدا المنطقة بتكون ورا عيوننا على المستوى طبع عيوننا بقلب الدماغ هيدا المنطقة كل ما كانت اسميكة كل ما بتحمينا من الدبريسيون بتخلينا نكون متفائلين وكل ما كانت رقيقه كل ما بنكون عرضه اكتر للدبريسيون ونكون متشائمين واضح لحدا لا بس هيدا الجان مش لحاله بيتحكم فينا مش لان عنا هيدا الجان معنى محكوم علينا لمدى العمر نظلنا بسيميزم او نظلنا اوبتيميزم ليش فينا نتعلم نغير والنورولوجيه اثبت انه دماغنا عنده نورو بلاستيسيتي فينا نعمله فورماتاج وفينا نعمله ريبروجرامنج تنفكر بطريقه مختلفه عن طريقتنا بالتفكير قبل فاذا احفظوا كل ما كان القلال طويل كل ما كان امكانيه الاوبتيميزم اكبر وكل ما كان اسميكه من دماغنا بتخلينا نكون اذا لاحظتوا هيدا الصوره شو حلوي بتقلنا قديش بيكون هالمنطقه من الدماغ كونكتي عنده كونكسيون مع كل اقصام الدماغ واذا بتتذكروا باول لقاء يمكن خبرتكن انه ما بقى نقول عنا سيرفو واحد قديش عنا ثلاثه تري بيان عنا الاموشن البارت الراشن البارت والغوت سيستم مرسي حتى كل السيستام ديجيستيف طبعنا هو سيرفوه شو ونأكل بيأثر عدماغنا مش دايما السينيال بيجي لوميساج بيجي من دماغنا لجسمنا او قيد جسمنا بيبعث ميساج لدماغنا وهيدا كل الاكتشافات الحديثة بتخلينا نقول انه انديد الاوبتيميزم بارتلي مش 100% جنتيك قديش البرسنتاج من الجنتيك كمم البرسنتاج هو 50% يعني احتمال كتير كبير انه نورات امكانية نكون اوبتيميزم بس ما بتكفي 40% هي نحنا شو بدنا ونحنا كيف منتصرف شو خيارنا ننمي الاوبتيميزم او نترك حالنا مثل ما نحنا على الوراثة تأثير المحيط على الاوبتيميزم اقل بكتير من حيالله جان فينا نورته اذا بتتذكروا كمان راح فرجيكم ايه السارك الباخر هيدا اللقاء الاشياء اللي منتعلمها من المجتمع بتأثر علينا اكتر بكتير من الجنتيك بكل شيء الا صح صح بس بهالجان هيدا نسبته 50% ونسبة امكانيتنا نحنا تنغير 40% وتأثير المحيط هو عشرة بشان هيك كل ما بتتعلموا انتو كيف منصير اوبتيميز كل ما بتنجحوا تغيروا الموروث الجنتيك تبعكم واضح اي سؤال الوربي فرانتال كورتكس جنتيك عم نحكي صح صح جنتيك اكيد مشان يقولو انه البيبولر او سكيزوفرانيا هي فارت منا بيشوفه الاسفالي اللي هو ممكن يؤثر صح صح ومشان هيك اكتر واكتر اكتر كتار من الملادي بسيكو تيك صار فيه الى اسبات جنتيك كان فرايدي خبرنا حق على الام ومحبة الام كفاية ما بجي بصيرت البي وكأن البي ما له دار اليوم اكتر واكتر منحكي عن اهمية وجود الام والبي في تربية الولاد بساعدوا تحت اذا في مشكلة كتير بكير نعالجها وفينا نغير الاكسبرسيون دو نوجان نوجان هنه هو احتمال تنمية شي معين بس اذا ما نميناه بالمجتمع وبالتربية ما بينما دونك اكتر من هيك الاكسبرينس يلي عملوها حتى على الحيوانات الصغيرة مثل الفيران اذا حطوا فارع بقلب قفص ما حطوا لاصحاب ايلا تلعب معون ما حطولها امكانيات دروه تعربش عليهم وتعمل سبار ما نوعولها بالاكل وبود دو تروى سمان بتفوت بالدبريسيون حتى الفارع نفس الفارع بس يحطوها بامبيانس عند اصحاب تلعب معون عند امكانيات تعربش وتعمل سبار بقلب القفص وعنده امكانيه تغيير اكله هايدي الفارع بترجع بتصير اوبتميست اذا الفارع هي كيف نحنا دونك مهم بهيدا تحفظوا انه منه حتميه بالقصه مش الله كتب لي و الله حكم علي منه حكم مبرم نحنا فينا نكتب غير المكتوب ونبرمج غير يلي نبرمج بالجان تبعنا يو كان لرنه هاو المره الماضيه بالسترس مانجمنت حكينا عن البيهافيور كيف منخلي البيهافيور طبعنا بوزيتيف ونفوت بهيد الدوامي الكونستركتيف او السيركل و لرنينج اوبتميسم فاذا فينا نبلش من مطرح ما بدنا نوصل لنفس النتيجه يا منبلش بالفكرة يا منبلش بالاموشن يا منبلش بالبيهافيور بس ايها برأيكم الاهيان بالعكس الاهيان هو سلوكنا وتصرفاتنا يعني نتنفس كثير صعب نتنفس تعلمنا دو تكنيك دو ريسبيراسيون فاذا اذا تنفسنا بتروء الاميكدال طبعنا راسنا بيفكر بشكل جدي اكتر مور افكتف مور برودكتف وبالتالي منوصل لنتيجه ريانك اذا تنفسنا اذا عملنا سبار اذا طلعنا هايكينج بالطبيعة اذا التقينا بالناس منحبه منعمل اوسيتوسين اذا قبل ما نام عملنا لجراتيتود منعمل اوسيتوسين هيدا سلوك كتير هين هيدا السلوك انثبته عنا الاصعب نغير طريقة تفكيرنا مين بيدري اللي ليش لانه النغاتيف نحن ممن بحكم برافو لانه النغاتيف بيهجم على راسنا بدون ارادتنا انكونسيما واتوماتيكما برافو بس على كترة التكرار تاخد اجزمبل يلي كان صغير بالمدرسة وهيدي بسمعه كتير من الطلاب طب انه من انا وصغير يومت اللي عندي فحص كتير بيجعني بطني عشية او بيستفرغ او بعمل دياريه ليش اقول كون لانه الافكار النغاتيفة بتهجم الاورمان دسترس بيطلع ومعدتنا بتوجعنا جسمنا كله بيقدر يتعرض لشي المنسميه انسام بدني انسام بدني كل جسمي بيصير يجعني الوجع بيزيد رغبت انه مروح المدرسة بتزيد عند الانكسيو هيده الحاله كتير تتكرر بس اذا انا كل مره بيجعني بطني بس بروح وبعمل الفحص هلا ما ببديع بس بنجح وانا اولا مره سقطة بس بيضل براسي هيدا الخوف هيدا اللي منسميه يعني براسي فيه طريقه بالتفكير كتير عن حاله السيلف استيم بتكون واطيه السيلف كونفيدنس بتكون واطيه وبالتالي ما بكون عندي استعداد تكون وقت الفحص لانه راسي عم بسكر بسكر لانه في كتير الورمان دسترس بس للاسف ما علمونا لا بالمدرسة ولا بالجامعة صف بالانطونية ومارسي انكار انفوا للانطونية عم تفتح لنا مجال تحت تخليكن تعرفوا انه انتو فيكن تتحكموا بالورمان بوزيتيف تبعكن انتو فيكن تسيطروا انتو فيكن تبرمجوا اذا بلشتوا من مطرح مبادكن اليوم رح نبلش بالبوزيتيف ثوت فاذا الافكار براسنا هي بتتحكم بجسمنا كل ما يكونوا افكارنا بوزيتيف كل ما يكونوا الاموسيون بوزيتيف البيهاذيور بوزيتيف وساعتها بقدر بعبر عن الاموسيون طبعي بوزيتيف وبصير اوبتميست كيف؟ في عنا اربع استراتيجي بهمني بحب كتير بس انكار انفوا تحفظوا انت براكتس واتيو لارن بهاللقاءات اذا ما تدربنا ما موصل لمطرح ما بيكفي انو تتعرفوا على المعلومة بتكون تنفزوا المرة الماضية احكينا عن كذا استراتيجي بتخلينا نفرز ارمان بوزيتيف بس اذا ما نفزنا ما رح يطلع من امر شيء لو راسي بيعرف كل المعلومات دونك اليوم في اربع استراتيجي كتير بحب تحفظون اول واحدة ستوب العلاقه بالماضي طبعنا ستوب رومينيتينج الماضي النجاتف طبعنا كلنا بدون استثناء بيهجم على راسنا كل الفشل طبع الماضي بدون استثناء بيهجم بس شو نعمل فيه يا من استسلم له يا من قاومه بالافكار البوزيتيف فا اذا اول فكرة بديكن تقولوا لحالكن لما شو يعني رومينيت نجتر 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 يعني منعيد بنفس الطريقه فكرة معينة عن حالنا او وضع مثل قصة الفحص بحياتي ما رح اقدر اعمل فحصه بدون وجع بطن بحياتي ما رح اقدر اعمل فحصه واخد لو كنت كتير ذكيه عشرة على عشرة هالصوره عن حالنا بتنطبع براسنا وما بقى فينا نغيره رح منشوف كيف عادة يلي انكسيو كمان عنده الميل البكرة يتصوروه انطلاقا من الماضي اذا بالماضي انا كنت عم بفشل او عم بتعذب وقت الامتحان رح ضل هيك الحياتي وبالتالي فالج ما تعالج ما في حال ما في طريقه بتساعدني رح ارجع وقع بنفس المشكله تصورنا عن البكرة بكون نيجاتف تصورنا عن الحاضر نيجاتف يعني بالحاضر اليوم عايشين بلبنان كل يوم فيه ازمة جديدة وكل يوم فيه فكرة بتعصبنا وكل يوم فيه سترس بزيد هل نحنا منطلع بس الفوكسينج طبعنا على السترس وعلى الاشياء البشعة وعلى الاشياء البوزيطيف لازم لازم بس هل كلنا فينا نعملها نجرب وكل ما منجرب وكل ما منكتر التجربة البوزيطيف كل ما مننجح اكتر اخر ستوف بنا نعملو منيمايزينجيو طواند فارس الكمبتانس الپویسس منقلل قيمة حالنا منقلل قيمة قدراتنا وطاقاتنا منتصور حالنا ضعاف خاصة الانكسيو ومن اول لقاء ذكرتكن انه الانكسيته هاي ده نعمة بتصير نقمي اذا ما عرفنا تعملنا معا بس هي نعمة الطالب يلي بحس انه قلبه عم بدق بسرعه اكيد مش حيلاقيها نعمة بس لما منفسر له انه قلبك اذا عم بدق بسرعه معناه تدام عم يمشي بكل جسمك ايديك بصيره اقوى ايديك بصيره عندهم الادرة يهربه ويركده فاذا هاي ده انرجيه اذا عندكم فراريه وهي تيربو تيربو اكيد حقه اغلى من السياره العاده اللي مانه تيربو بس اذا سرعنا فيها ابتر من اللازم منفوت بالحيط او مننزل بالوادي فاذا نحنا بدنا نعرف نتعامل مع كل هالكومبيتانس اللي عنا نعرف نقدرون نعرف ننميون الفابلس لحالهم بيتعالجوا وعادة بس يصير فيه مشكله منكبرا وانا اليوم بدي انطلق من يمكن لاحظتوا انه انا حط عوينات سود وما فيه شمس بقلب الاوده هو بس لانه مبارح وقاعد على درج متل هيدا الدرج تبع تركينا بالسيناء بس بمطرحين ما فيه فراغ بين الدرج والكرسي ما انتبهت لهيدا الفراغ تفركشت وعلى وجه طب دونك مشان هيك اذا بدكم تشوفوا قديش مشوها هيدا وضعي بس عبكرا لما قمت عشيه وقتا نمت ما كان هيك كان بس محمر شوي من خاري واكيد نزفت كتير واضطريت اخد تلج لحتى واقف الدم بس حضرت الفيلم وكان كتير بضحك ومساق بانه كان عيد ميلادي وعملوا معي جسد وليدي لحتى يكون بيناتهم ما بدي خليوني يخافوا ما بدي خليوني يضايق وشو عملت انا جبت لي مينيمايز للمشكله ما تعتله هم وقف الدم ببقى في شي بس انا كنت كتير موضوعة بس لانه كتير مبسوطة وبيدي فرجي اولادي انه انا ممنوني لانه عملولي هالجاس ما اتحسيت بالوجه عملت كتير اوسيتوسين ومبسطت كتير بالفيم وتحكت كتير عملت اندارفين وعشيه ينمت بسهولة كتير كبيرة ولكن انت عبكرة وطلعت بالمرأة لا هيك ما فيني روح على الكونفرانس هيك هادي اول فكرة بتجيت اوتوماتيك اجيت ايموسيونال وبعدين راشن البارت طبعي قال لي ماري شو هم اذا كنت مشوها يمكن بيزعج الاخرين قوينات السود ما بقعدوا يشوفوا الوجع حتى ما يركزوا على التشويهات يركزوا على كلمة التشويهات اللي عم بقولة اسي بريسيو اسا با ايدي تولمون كسكو جي فى جي بوزيتيفة يعني المشكلة مع انو كان لازم روح على المستشفى وصورت اشوف اذا في كسر قلت انا هلا بس خليس الكونفرانس بمرو عالرجانس وكصورت بس كان اهم لقلي كون بيناتكن ساعتكن ومرقلكم كل المعلومات يلعبين اليوم مرقه والباقي كله عملتله وهيدا نموزج مرسي بكو بس اعطيكم مثل حي وواقعي قد ما بتكون المشكلة كبيرة فينا نعملها منيمايز ونتطلع بالبوزيتيف احضر الفيلم واتحك ونتطلع بالبوزيتيف انو انا جاية تساعدكن وهيدا بالنسبه الاولويه اوكي خلينا نبلش باول استراتيجيه كيف نعمل روميناتين اغلب الاحيان يريد حدا يعطيني مثل عنده مايندسات نيجاتيف دايما بيجي على راسه حدا نعبيله يعطيني اجزامبل يلا المساري مثلا انو ممكن مش دايما بتكون موافرة او ما بعرف اوكي اذا عندي مشكلة مع المساري دايما بحس عندي حاجه مش قادر لبيه هيك اصدق لانه ما فيه مصاري كفاية او اذا ما ضل معي مصاري ادفع للجامعة او اذا ما معي مصاري تقشتري تيبو حلوين اللي رح فيهم على الجامعة او اشتري كتاب او هيك اصدق اوكي شو بنعمل بهالحاله اغلب الاحيان انا رح اخد اجزامبل اهيان هي بنت او شاب كان عندهم مشكلة بعلاقاتهم مع الطرف الاخر اذا بنت فشلت بعلاقاتهم مع شاب وطلع الشاب خين شو بتعمل بتعمل جنراليزازيون انو كل الشباب خينين ومش ممكن بقى اعمل علاقه معاحدا الاستيريوتيبي اللي هو النمط الاجتماعي انو الرجال دايما بيخون والرجال شاب واستحلى ما بيقولوا للبنت للبنت بيقطعوا لراسها كانوا بالزمنات وحتى اهلا اذا عملت شي بينما الشاب شاب واستحلى وبضاي وعنيف وما بعرف اذا الاستيريوتيبي بيجي على راسنا وبما انو بيجي استيريوتيبي من عممه على كل الشباب اثنين بيجي اوقات انو عملت اول خبرة وطلعت نيجاتيف والتاني نيجاتيف والتالتي نيجاتيف حكما البكرة رح يكون نيجاتيف ومش ممكن هيدا الماضي بيضل براسنا وبيحبسنا بكرسحنا ما بيحود عنا الادرة والطاقة نقدر نطلع منو منصير نضل نفكير بنفس الطريقة نيجاتيف كل الرجال خينين وكل الرجال ما بيعرفوا يحبوا او بتكون الايماج عن الزيت نيجاتيف يعني انا ما بعرف اجزو بالرجال انا ما خرجي نحب او انا ما بنحب بيصير كل مشكله كل لقاء اذا ما حدا نحكيها وما حدا نعملها وما حدا نقرب منها بتثبت اكتر واكتر صوره البشعة عن حاله بتزرب حاله بها الصوره البشعة وكيف بتكون اياها اذا مجقره وزعلانه وحكمه على حاله نيجاتيف اكيد مش هنا رح يقرب منه بس بتزني بحاله او بتزني بالاخر بكل الاحوال هايدي اللي منسميه كيف منطلع من الماضي اكيد اذا سألتكن بدقيقتين بدي كل واحد يعطيني عشر خبرات نيجاتيف صاروا معه بحياته قدي عندكن سهوله تطلعون بالخبرة تبعي 30 سنه مع الطلاب الجامعة كل مره بطلب منهم دفور عطوني عشر احداث نيجاتيف سوفنير نيجاتيف صارت معكن بدون بس كلمه بتذكركن ومنحكي عنهم بالساشن وعشرة اغلب الاحيان بيجوا جايبين عشرين نيجاتيف وبوزيتيف كتير قليل ليش؟ لانه كمان قلنا انه سوفنير نيجاتيف بيستملحوا براسنا مثل النقش على الحجر العلمه في الصغر مثل النقش على الحجر بدماغنا بالاميجدال طبعنا لسوفنير نيجاتيف بيتسجلوا بدون افر بدون جهد منا اما البوزيتيف تعلمنا كيف منعملون قبل ما ننام عشيه باترفلاي ونتذكر الميرسي والبرافوت نقدر نسجلون وساعته الايبوكمب طبعنا بتسجلون بس نحنا اذا ما عملنا هيك ما بنحفظ الا النيجاتيف ولما ما بنحفظ الا النيجاتيف شو بيصير؟ ما بق فينا نقامن انه البكرة رح يكون احسن بالواقع بدل الروميناتينج لازم نعمل دايجيسن ديجيري شو يعني؟ لما بتاكلوا التفاحة ولا ديجيري شو يعني؟ بفصل البوزيتيف عن النيجاتيف البوزيتيف نتمسك فيه وبيخلينا ننضج والفيتامينات والسكر والانرجية اللي بيعت تعطينا اياها التفاحة والنيجاتيف شو بنعمل فيه؟ داي دايشي بالطوالات وشاسدو هيك بدنا نعمل بكل حدث بيمرو معنا اذا رجعت لأجزامبل البنت يلي خينا الشاب بتقول ايه فيه انا تعلمت انه مش بسهولة احكم انه هيدا قدمة وحبه اتعلق فيه الدراسات بتقول بدكن ست شهر معاشري للشخص تكتشفوه على حقيقته تعرفو اذا بينحبه ولا لا للاسف اليوم نرجع للميديا يلي بتقول انه ايه ضروري كل شاكين يكون عنده ساشا كون وبالتالي اوقت كتير منفوت بعلاقات وبعدنا صغار وبعدنا باي عمر بيكتمل للراشون البارد؟ برافو عند البنات دايما اسرع من الصبيين بس هيدا الفرجات تكون ايه هو اخر شي بينضج عنا اخر شي بينضج وبالتالي هو يلي بيساعدنا ناخد القرار تنقدر نقرر اذا هيدا الشاب خرجي بيناسبني او لا ايه ما فينا قبل الاربع عشرين اليوم عم نشوفهم 12 و13 بيبلشوا يصاحبوا بيظهروا وللأسف للأسف للرلاشون سكسيال عم بتبلش كتير بكير بدون ما يكون عنا ادوكاسيون سكسيال بالمدارس وبدون ما يكون عنا خبرات ويلي قالوا دكتور جورج هلا اوقيت كتير وعندي كتير من طلابي صاروا اوموسكسيال لانه تعرضوا لأبو سكسيال وقتا كان عمرهم عشر سنين او الكوزان تابعون حدا بروش الدراسات بتقول تسعين بالمية من الابوزور هني حدا قريب من العائلة باي باربعين بالمية عم جدو حتى للي بتي كوزان بكون اكبر بسنة بسنتين وفايا عندو الهرمان سكسيال وليش لا مستورباسيون بس الاختر الفيديو يلي بيشوفوهن انو الكوزان مش بس بيعلموا سكسيال ما كيف يتصرف بيعلموا كيف يفوت فيديو بار سوشال ميديا عكل الفيديو الاموسكسيال لانه هو اول مرة اختبر اللز الجنسيه اختبره مع الكوزان تابعو او مع عمو او مع بايو وبالتالي بصير يفتش على نفس الاحساس وبنفس الطريقه من خلال البورنوغرافي وبنوتي باللايو عملت سيرفي على الطلاب تتشوف شو اكتر ادكشن عندوني هالطلاب طلع البورنوغرافي هو الاكتر اكتر حتى من الدراكس وبالتالي ايه بدنا ننتبه ننتبه كتير شو بحطوه لنا براسنا كل الاشياء نيجاتف اللي دي شائلنا بنحطه برا بنستفيد من خبراتنا الماضي البوزيتف يلي علمتنا يه الخبرات الماضي بتخلينا نحمي حالنا من كل الامكانيه تكرار الحدث النيجاتف واكيد كل ادفرسيتي بتصير معنا وراح ارجع اخد اجزامبل واعت مبارح كانت تروه ملاقلي بلحظته اكيد ولكن هل معناته انه انا انا ما رح روح على سينيه او انا ما بطلع بقى درج بقى في تياتر اكيد لا بس بنتبه اكتر بنتبه بقشع مش بتطلع بالعالم بتطلع كمينا بالقرر تأمن وين بدي حط اجري قبل ما امشي دونك تعلمت هالحادثة علمتني نضجتني وكل حادثة بتمرق معنا لما منحطها بإطاره ومنعملها منحطها بالكونتكست تبعه رح ارجع كمان للأبو سكسيال اغلب الاحيان الطلاب يلي تعرضوا او الولاد يلي تعرضوا لأبو سكسيال دايما بيزنبوا حالون بس يكبروا هني وصغار بيوم بستوا لانه السنساسيون بيولوجيك طبيعي تكون وينبسطوا فيها في لزة بيولوجيك عم يختبروها طبيعي يكرروا ولكن بس يكبروا شوي ويشوفوا انه قف يلي عملته مش ظابط اغلب الاحيان بيزنبوا حالون وبيقولوا حق علينا سمحنا له كان فينا نقل له لا وبينسوا انه كانوا صغار وما حدا نعلمون ما حدا عملون ادوكاسيون سكسيال وما حدا نخبرون انه هايدي العلاقات نحنا وصغار كتير بتأزينا فايزن ديجا انه يكون عنا ادوكاسيون سكسيال بمدارسنا شي كتير مهم باوروبا لما اكتشفوا نسبة والستاتيستيك تبع الابوسيكسيال اجتمعوا 11 الف شيرشير بستوك هولم وعملوا بروغرام طويل عريض تمنيت ادوكاتور عملوا شو لازم ينعملوا لأي عمر شو لازم ينعطى لحتى يكون وعمموا جباري على كل المدارس الادوكاسيون سكسيال نحنا حاولنا نعمل هيك باللبنان للأسف وقفونا وما مشولنا المشروع تفضلي هلأ هاي دي من الاقدم يعني عمره من 30 سنه وقت كنت بعني عم بعمل الدكتورات تبعي اليوم في اشيه متقدمة اكتر بكتير لا لا مش جديد الحلو بوقتها عملوا ثلاث افلام وهيدا حاولت جيبه بس ما في ولا ولا تليفزيون بالاجبليه تواصلت انا وزير التربية ووزير ريشون الاجتماعيه تجيبهن لهودي ثلاث افلام يلي بفرجوهن للولاد الصغار عشرة دقايق كل فيلم وكل فيلم عنده اوبسيون سيجي اوبجيكتيف اول واحدة جسمك اليك ممنوع حدا يدقلك فيه تاني واحدة اذا حدا حاول يدقلك بجسمك مش بس بالبارتي انتم وسكسيال اذا حط يدو على راسك وانت ما بدك فيك تقول لا لو كان هو كبير وانت صغير وثالث واحدة اذا ما قدرت تقول لا ووقفته عند حده فيك تطلب مساعدة وعشرة دقايق الولاد هني لعبوا دار الابسي يعني لما ولد بيحكي مع ولد بيقدر يوصله المساج بشكل افضل وهيك كان الافلام الثلاثين فرضوا على كل المدارس حاولت انا تواصلت درجيبون اللي بدا تكون مؤسسة اعلامية عم تطلب لا مؤسسة جامعية قبلة الفكرة بوقتها ولا للأسف مؤسسة اعلامية قبلة تجيبون عادة يلي بيعمل الانتسيباسيون شو بيكون عم بيعمل اولا انا بيفتكر انو مش ممكن يكون في حل بوزيتوف رأتيكون اجزامبل صغير العلاقة يلي بتكون مخربطة بين الادوليسان وبين بايو باي ما بيسمعني باي ما بيهتم الا بعلماتي باي ما بيهتم الا كيفني بالمدرسة وشو عم بجيب ما بيتطلع انو انا حزين ما بيتطلع انو انا موجوع ما بيشوفني واذا بدي احكي بعلي صوته وبعيته وبيضرب هذه الصورة عن بايو براسو لما بقلو شو رأيك نفوت بعلاقه ونعمل مع بايك لا لا مش ممكن باي ما خرج ينحكي معه واغلب الاحيان بساعدهم لما بقلهم اوكي انا رح ساعدك بس بوجودك منبعث ورا بابا ومنحكي بتحكي انت مع بايك بس بوجوده واذا طلع صوته ساعدها علي واغلب الاحيان بيكتشفوا قديش البي ممكن يكون متفهم وقدي ممكن يغير سلوكاته وقدي ممكن يتفهم ابنه ويساعده بينما اذا احنا افكارنا رايحة بالاتجاه النغاتف ما فينا نتصور البوزيتوف يلي مثلا فيت بدبريسيون بتحاولوا تساعدوه تتقولولو انو فيه الانضرفين وفيه الاسيتوسين ما بيقبل هاودي هلا هاودي الاكزرسيس او النفس بس رح يخلوني اطلع من الدبريسيوم عم باخد ادوية وما عم ينفعوني لانو المايندسيت براسه فالج ما تقالج ومش قادر وبالتالي مش ممكن انا اتصور انو فيه حل اذا كان راسي مروكب على المايندسيت نيجاتيف تاني شيء الفيلينج اوف هلبلسنس هيدا الاحساس انو انا لحالي كمان ما بقدر والفتاليتي للأسف اوقات المعتقدات الدينية بتخلونا بخلونا نقول انو الله هيك بدو والله هيك عمل لي والله هيك مبرمج لي وبالتالي ما بق فيه مجال غير هيك لا اهلي كانوا زبطين معي لا الاساتزي معي بحبوني وبالتالي الله كتب لي هيك والله كتب لي اعمل ديز اكسيدان والله كتب لي اوقع وما انبسط نهار ايدي ايه فيه ناس كتير هيك بيفكروا وبدي اطلب منكن ترفضوا هالفكرة وتعرفوا انو الله بدو اياكن تكونوا احرار وانتو اتبرمجوا حياتكن اغلب الاحيان منلاقي عزر ونراشيوناليز يعني انا وكان عمري سبع سنين استفرقت كتير وعملت دياري قبل الفحص انا وكان عمري عشر سنين صار ايكس وصار ايجريك بلاقي اعزار تسبت هالصورة النغاتيف عن البكرة واذا بحياتي ما عاشت شي بوزيتيف ليش بكرة بدي يكون بوزيتيف دونك بفترض انو الاحتمال هو وبفوت فيها شو لازم نعمل وكيف منغير صورتنا عن بكرة اول فكرة هي نقدر نميز بين الواقع والاحتمال مين بيعرف مين منكن بالراجة بالصارة بيعرف شو بدي يصير معنا بكرة واي مشكلة بدا تخلق بكرة بلبنان او اي حل واي عجيبة بدا تصير بكرة البكرة منو حقيقة البكرة هو احتمال بس يلي عندو ما الا البسيميسم بيتصور احتماله وكأنه هو الواقع يلي حكما رح يصير فاذا اول شي بنا نقول البكرة منو الرياليتي البكرة احتمال واذا البكرة احتمال متل ما بيكون فيه احتمال بوزيتف فيكون الاحتمال نيجاتف بس شو لازم نحنا نعمل نعلي بورسنتاج البوزيتف البوزيتف ونعمل من 100 سنه اللبنان الكبير اليوم عم نكتشف انه فيه اخطاء وفيه ان كان بالدستور وان كان التعامل مع الدستور كله هيدا بيوم من الايام وقتا انتو تصلوا على السلطه اكيد بكل خبراتكم وعلماتكم ان شاء الله بتساعدونا تحت حتى اللبنان يصير افضل دونك البكرة هو اوپورتونيتي مش تكرار للماضي لما بلش اقول هيك بلش برج تاي سير بكرة اوپورتونيتي فايزا البوزيتف بدي اعطي احتمال 65% لو كان مش واقعي والنغاتف 35 شو رايكون بهايدي شو الافادي ليش بدي اقول اكيد انا بكر رح يصير عجيبة ولبنان رح يتحول سينو ما كنتو جيتو عالجامعة سينو ما كنتو عم تتعلموا سينو ما كنتو عم تعملوا جهد واذا بتشوفوا نحسن الموت طبعنا اوكي لانو منعمل ارمون بوزيتيف وساعتها منفكر بوزيتف اكتر ومنقدر نلاقي حلول للمشاكل بس اذا فكرنا نيجاتف نعمل ارمون دسترس وبيسكر راسنا وبالتالي ما في حاجة الحال اوكي تالت استراتيجي هي كيف نتطلع بالحاضر هادي اصعب لانو في وقائع الدولار ما بقى عم فينا نحصل عليه معاشنا كان بالالفات صار مية مش مية مية وبالتالي شو منعمل وكيبنا نعيش بالحاضر لما بتكون المشاكل هالقد كبيرة منتصور انو مش ممكن نحله وما في نعيش بمعاش هالقد وبالتالي منفوت بالدبريسيون منفوت بالعجز منفوت بالعزلة واكتر واكتر نحو السويسيد كل ما حسينا بعجز بحل المشكلة كل ما فتنا بسويسيد اكتر عادة لما منطلع بالوقائع شوفوا شو عم بيصير شوفوا ادي في ناس طوابير على البنزين شوفوا وشوفوا وشوفوا عنا اسبتات على الارض بتخلينا نتمسك بهالرؤية الرؤية النيجاتيف للامور ما منطلع ادي في جمالات بالطبيعة ما منطلع ادي في امكانيات تنتكيف مع هالوضع الصعب مع انو اللبناني بيمتاز بقدرته على الرزيليونس وعن جد لما بتطلعوا حواليكن انا وجاي وشوفت القدعج سار تبصار البنزين تقريبا التنكي بالمليون وبعدا الناس عم تتحرك عالطرقات خاي تنبستوا انو ايه اللبناني عم يقدر يلاقي حل مدون ما نفوت بالتفاصيل شو الحل اكيد في المغتربين عم بيساعدوا اهلهم اكيد في ناس عم يشتغلوا اكتر من شغلة بس عم نعيش باناها اكتر بكون فار اقل وعم نقبل نتكيف مع الوضع وهيدا شي رائع اذا قلت كيف بعمل تحت بالحاضر اقدر اتخطى كل وقائع النيجاتف هو اعمل امبليفايينج عزم كبر كل شي فيه بوزيتيف بالحاضر الان وهنا بحب كتير المايتفولنس كطريقة للميديتاسيون والرولاكساسيون بنحكي عنا اكيد ان شاء الله بحلقة خاصة ونعطي اهميه الى الاشيه البوزيتيف الصغيره يلي بنعمله واخدت اجزامبل المرة الماضي لما عم نحكي عن الجراتيتود عشيه قبل ما ننام اذا تذكرنا الاشيه البوزيتيف اللي عملناها وقلنا برافو لحالنا اذا ترابط من حدا يقل لي اليوم شو بقول لحاله عشيه قبل ما ينام شو البوزيتيف يلي عمله اليوم مرسي هادي مرسي لقلي وبضى جراتيتود كتير حلوه وهيدا بيعطيني اكيد فرح كتير كبير انه قدرت ساعتكن وانتم بسطتوا بمجيئكن على الجلسة بعد برافو بسانت بوش حدا هالبسمة البسيطة بوش حدا مرسي لهالاجزامبل شو بتعمل البسمة نحنا اشتغلنا عليها بيعمل اندارفين وهيدا الاندارفين بيلغي لنا السموم من جسمنا واكيد سي كونتاجيو البسمة بيكفي نبتسم تنعمل اندارفين شوفوا ما اهينا نبتسم لما منطلع بالناس نعرف نعمل علاقات حلوه مع الناس وهيدي لما منسجل عشيه لو قد ما كانت مينيم وصغيره تراكم البوزيتيف براسنا قبل ما ننام الايبو كامبوس تبعنا بتتذكروها بتصير مثل الريكاردر بتسجل وبتعيد بالليل نحنا ونايمين كل هالأشيه الحلوه اللي عملناها نعمل ارمان بوزيتيف من نام نوم الهنا واهمها سلف استيم طبعنا بيتحسن حتى بالاشيه الصغيره وينلي بدي اطلب منكم تتمرنوا عليه بالميندفولنس نعو اندهير هلا مبسوطين بالجلسه يس فاذا نعو اندهير ما بدي فكر لا بالفحص ولا شو بدي اعمل بالبيت ولا بالاشيه الماضي ولا بالاشيه البكرة بستمتع نعو اندهير بالاشيه الحلوه اللي عم بسمعه انتو عم تاخدوا دوشكون نعو اندهير بدل ما فكر هيدا الاستاذ قال لي كلمه وجرحني وشو بلا اخلاقه قدام الكل اهاني وللأسف ايه؟ فيه اساذي بيعملوا بولينج على طلابهم وبدون ما يدروا الداعم بيخربتو والداعم يقزو شو اخر استراتيجيه الرابعه؟ تتذكروها؟ اوكي هي كيف منعمل كيف منتصور قدراتنا وطاقاتنا وكيف منتصور الادفرسيتي بدنا نوسق بقدراتنا وطاقاتنا وكل يوم قبل ما ننام نعمل هون العكس هون ستوب شو بالاول؟ ستوب ماكسيماليزيي الادفرسيتي ستوب لوزينج سلف كونفيدنس ستوب سينكينج بشكل نيغاتف على كل المشاكل يلي عم نعيشها انا تشوهت ما في نقاط الكونفيرانس مبلد لو تشوهت في نقاط الكونفيرانس ما بعظم المشكلة لازم ظغرها ستوب بانيكين اغلب الاحيان منعمل بانيك قبل الفحص بالوقت يلي بتكونوا دارسين وبتكونوا شغلين وحاضرين وعم تشتغلوا جور لجور ومنعمل بانيك هاو دي كلهم بدنا نعملون ستوب شو لازم نحط محلون؟ نتذكر كل الاشيفمنت يلي عم نعملون وبيوميات حياتنا اذا بنعمل باترفلاي ومنسجل كل الميرسي لحدانين ما عملنا شي بوزيطوف وكل البرافو لحالنا قبل ما ننام كل ما ساقتنا بزيتنا بتنمى اكتر نركز على الكاباسيتي طبعنا للأسف بالسيستام التربوي بمدارسنا في استعمال الاصاص اكتر ما في استعمال المكافأة اذا ولد اخد خمسة على عشرين منعتبره ساقت ومننزل فيه مش رح يطلع من امرك شي وبولينغ قد ما بتكون بينما اذا انا اطلعت انه هيدا كان اخد سفر واخد هلأ خمسة بشجعه على الايفوليسيون يلي عملها بكافؤه لو اخد خمسة المكافأة هي موتيفيشن له تحت تحسن جهوده تحت يقدر ينجح ما في مشكلة وما الى حل مشان هيك بدي اطلب منكن كل مرة ما عم بتلاقوا حل المشكلة تطلبوا المساعدة مش غلط نطلب مساعدة من حدا خبير من حدا اختصاصي بيقدر يكون كاهني بيقدر يكون استاذ بيقدر يكون رفيقون بيقدر يكون اذا قدرين تدفعوا لبسيكوترابوت ومرسي كمان للجيمة اللي عم بتأمن لبسيكوترابي مجينا كيف نعمل امبليفايين للبوزيتوف بليز تلات مراحل يعني تكل يوم عشية قبل ما تناموا تفكروا بمشروع فيكن تعملوا بكرة رياليزابل ممكن تنفزو يمكن جب لوردي لأمي ما في عيد بس كتير امي بتضحي واليوم عبيلي انا وجاية يمكن اقطف ليها من الحقلي ما ضروري ادفع اذا ما معي مصاري او قرر ساعد الماما اليوم قبل ما نام بالجلي الاكسيول بتكون ايها لما بتفكروا بشي للاسف اذا انا بدي ارضي امي انا بدي ارضي رفيقتي انا بدي ارضي رفيقي انا اعمل عمل بوزيتوف مع الشخص يلي نطوري البناية يلي عيش لحاله وبيهتم بنظافة البناية وبيهتم بخدمتنا كل مرة نحن بحاجة وخصا نحن قريب العيد وشو حلو نفكر شو مقدورنا نعمل للناس يلي هن بحاجة مجرد ما عاشي قبل ما تناموا تفكروا شو بدو يصير بنعمل ارمان بوزيتوف ونحن بنستفيد قبل ما نعمل الجليات للماما مجرد ما نحن نتصور كل ايماجيناسيون كل تصور براسنا بوزيتوف حتى قبل ما نفذو بيعملنا ارمان بوزيتوف تاني يوم وقتا عم نفذو يعني اطلع بامي اطلع بعيونه كيف عم يبرقو انا وعب قدم للزهره او اطلع فيها وشوف قدمه بسوطه انه انا رح جليل الجليات وخفف عنا الكويات اللي بتكون يالي فيكن تعملوه انا وعب نفذ شو عم بعمل ارمان بوزيتوف اعملت ارمان انا ببرمج اعملت ارمان انا وعب نفذ وعشيه قبل ما نام شو بعمل بتذكر كل البوزيتوف اللي عملته وبعمل ارمان بوزيتوف وهيك صورتي عزيتي بتتحسن علاقتي مع امي بتتحسن وهيك بكون عم بعمل امبليفاينج للبوزيتوف هل ممكن انه انا كل حياتي كنت بسيميستيك هلق ممكن سير اوبتميستيك ايه اكيد اولا لانه العلم الابي جينتك بقلنا انه فينا نغير الاكسپرسيون دنوجين مش لانه جينتك لي انا ورتت شي ما فيني غيره فينا نغير والنورو سيونس اهم بعد سبتت انه دماغنا عنده نورو بلاستيسيتي كل حياتنا دون كل حياتنا فينا نغير فرويد بالزمانات كان قال انه يلي بيصير باول خمس سنين بيتحكم فينا كل حياتنا مش مزبوط الاكي جينتك لو عمري تسعين سنة اذا كانت بسيميستيك فيني يصير اوبتميستيك دونك العلم سبته وبيح يلا عمر شو الشرط الوحيد برافو 21 يوم الهابت بتنبنى وقدي بدتها تصير سابتة بين 3 و 6 شهر بتصير سابتة كل الحيات دونك كل يلي تعلمتو بالساشن الماضية وهلا اذا منبلش نعمله براكتس برافو مش اهمة واحدة من الاشياء المهمة واحدة من الاشياء المهمة وانا قلتلكم انه الكويرانس كاردياك قبل الفحص راح نرجع جمعة الجيلة الى بس فيكن تلقوا الابليكيشن طبع على حيالله سمارتفون كتير التنفس بس طبع الكويرانس كاردياك بتساعد تحدو تجرقو تتحدو تعدو لزيتكن وتعملو ري بروغرامنج للمايتسات تبعكن وهيك بتصيرو اوبتميست تجرقو وقامنو بقدراتكن وطاقاتكن بتنجحو تجرقو وبرسيفيري بين 3 و 6 شهر وريد أنز Ei Wuhan ính جئي زوري توف ت Love اشتار 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 اشتار